تعاني المواقع الأثرية في العراق من إهمال حكومي مزمن وسط تحذيرات من تمصي الأثار ونهبها تل أبو صلابيخ الأثري في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذيقار تعرضا للتخريب بعد أن تحولا إلى مقلع للتراب فضلا عن نهب قطع أثرية كان يحتويها هذا المكان هو أحد المناطق الأثرية في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذيقار ويدعى تل أبو صلابيخ والذي تحول إلى مقلعا للأثربة الأمر الذي جعله عرضة للنهب والسرقة الإدارة المحلية في القضاء أكدت مخاطبة الجهات المعنية بالآثار أكثر من خمس سنوات غير إنها لم تتخذ أي إجراء لحمايته لا يخفى على جميع ما تعرض له تل أبو صلابيخ وهم من المواقع الأثرية في محافظة ذيقار كون هذه المحافظة تميزت بمواقع الأثرية حيث يبلغ عدد المواقع الأثرية في عموم المحافظة 1200 موقع أثرية ومن المواقع الأثرية هو تل أبو صابيخ في قضاء سوق الشيوخ وتعرض إلى عملية تخريب كبيرة لتلف تلك الأواني والفخارية في هذا المكان هذا كان حقيقة منذ سنوات مفتشية آثار ذيقار حملت بلدية قضاء سوق الشيوخ مسؤولية تعرض هذا الموقع لأعمال التخريب لجعلها إياه مقلعا لرفع الأتربة دون مفاتحتها بهذا الأمر غير إن رجنة السياحة والآثار في مجلس ذيقار أكدت تشكيل لجنة طريقة للنظر بعمليات التخريب الذي تعرض له الموقع الأثرية واتخذت عدة إجراءات من أهمها رفع دعوة قضائية ضد كل من قام بأعمال التخريب وتحديد الموقع الأثرية إضافة إلى توفير الحماية له بدأت التجاوزات على هذا الموقع الأثري في عوام سابق قبل سقوط النظام البائد واستمرت هذه التجاوزات من قبل بلدية سوق الشيوخ وغيرها من عامة الناس تسيج المكان الذي تعرض للنهب والسرقة بأكوام ترابية بالتعاون مع مديرية بلدية سوق الشيوخ والمطالبة بزيادة عدد شرطة الآثار من قبل وزارة الداخلية والعدد الحراس من قبل وزارة الثقافة هيئة الآثار والتراث وكذلك إقامة على مفتشة آثار ذيقار إقامة دعوة على السراق لأنهم محقيقة معروفين لدى أهالي سوق الشيوخ ويتطلع مواضن ذيقار إلى حماية كل الأماكن الأثرية في المحافظة وإلا يصيبها مثل ما أصاب موقع أبو صلابيخ الأثرية ولسان حالهم يرد القول الشاعر أتتلفها شلة يمينك خلها لمعتبر أو زائر أو مسائلية منازل قوم حدثتنا حديثهم ولم أرى أحلى من حديث المنازلية لقناة الفلوج الفضائي أسعد الفياض محافظة ذيقار محافظة ذيقار محافظة ذيقار